شكرا لمعلقنا المتميز محمد رمضان شوف أول قوي ومثير بين الأهل وزد ينتهي بالتعادل الإجابي فتتح نادي زد التهديف في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب محمد هيسم مهاجمه محمد هيسم في هدف من أحلى أهداف الموسم يتعادل النادي الأهلي في ديئة 33 عن طريق اللاعب حسام عادل من عرضية من عمر زكريا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإجابي بين الأهلي وزد واحد واحد نرحب بضيوفنا الكرام كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت كابتن حشيش شوط أول حلو وقوي في أهداف من الجانبين نادي زد النهاردة برضو ند للنادي الأهلي اللي عجبني في الشوط الأول أنا ما كنتش متخيل كده أن مباراة تحصيل حاصل سواء للنادي الأهلي أو زد وتبقى بالقوة دي وفيها أهداف وشوط قوي ده عايز يعني النادي الأهلي يعني اللعبة من أول دقيقة واضح أنها عندها إصرار ونزلة تكسب ونسي خالص البطولة وحطة دماغها في المباراة دي بعد ربع ساعة ابتدى العكس بقى يحصل زد مسل كورة في نص الملعب وكان فيه هجمات بعض الهجمات الأخطر أهداف حلوة لهدف بتاع زد الحقيقة بتاع محمد هيسم في الرقم سبعة محمد هيسم منتقل من نادي الزمالك لنادي زد يعني ده من ضمن الصفقات الأبرامة نادي زد في شهر يناير ومشاء الله زي ما تقولت لي يعني توصوا مع كابتنا على نادي الرقم كبير طبعاً سبعة مليون جنيه زهروا في الفرقة طبعاً زهروا الحقيقة يعني لعيبة على مستوى عالي عاملين الفارق في المباراة شايفين الجون طبعاً مفهود فردي من اللاعب محمد هيسم رقم سبعة حلوة أوي يعني الحقيقة جاب جون حلوة أوي الحقيقة نادي الأهلي رد طبعاً على طول من حسام عادل مباراة متكافأة تحسن هجمة هنا وهجمة هنا مباراة قوية نتمنى الشوط التاني يبقى على المستوى ده وان شاء الله نشوف مزيد من الأهداف من جانب النادي الأهلي ان شاء الله يعني مباراة طريق بين الأهلي صاحب المركز الأول ونادي زد صاحب المركز التالي لكن لقطة اليوم النهاردة لقطة حلوة أوي لقطة مضيئة لقطة لو عايزين نشوفها في الدورة الممتاز بصفة مستمرة والروح الحلوة لازم نبتديها الأول في قطاعات الناشئين النهاردة الأهلي بطل الدوري بطل دوري جمهورية 2006 شايفين النهاردة ممر شرفي من نادي زد ولعبي نادي زد والجهاز الفني والطبي والإداري قبل انطلاق المباراة شايفين اللقطة دي اللقطة دي مش في الدورة الممتاز ده اللقطة دي النهاردة في دوري الجمهورية للاعبين تحت 15 سنة دي لقطة اليوم اللقطة الحلوة اللي بنتمنى دايما نشوفها في ملعبنا ونشوفها دايما حتى بعد المباراة الفريد خسرون الفريد كاسبان يقفوا دايما في نص الملعب ويسلموا على بعض فدي انا بنوجه نظري لقطة المباراة دكتور سابت شفت الشوت الاول ازاي شوت قوي نادي زيد بيفتتح التسجيل النادي الاهل بيرد عليه عن طريق حسام عادل مباراة رايحة جاية ما بين الفريقين طبعا في الاول طبعا انا شايف ان لقطة الموسم زي ما حداك قلت لقطة الممر الشرفي يعني حاجة بصراحة محترمة جدا من نادي زيد ان هو بيعمل ممر الشرفي احتفالا بالنادي الاهلي اللي حصل على بطول الدور الجمهورية موليد الفين وستة شايف فضلت الموسم الشوت الاول يعني لا النادي الاهلي بدأ اول عشر دقيقة كان شكل كويس جدا بعد كده عادنا من الدياء عشر الغاية الدياء ستة وعشرين النادي زيد تفوق يعني لو قسمنا الماجح كده تفوق علينا من الدياء عشر للديا 26. بعد كده النادي الأهلي بدأ يرجع من الديا 28. يمكن كابتن المدير الفني كابتن سامر عبد الرحمن بدأ بطريقة لعبة 4-3-3. زي ما قلنا كان بادئ بأدم سامير. دي أول الفرص. دي أول الفرص النادي الأهلي في الديا يعني خمسة مثلا. في الأول ربع ساحن اللي كنا ضغطي. يعني دي فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق سامر عادل. دي لو كانت. وخلي بالحضاك دي عرضية من الباكرايت اللي عمل ماتش ممتاز. ارجع بس. ارجع لللقاة اللي فاتت دي. عمر زكريا هو اللي لعبها. لقطة الفرصة لنادي الأهلي. آه لقطة الفرصة اللي لدي. ولو رجعنا هنلاقي اللي عمل العرضية عمر زكريا. دي كاربونا من كورة الهدف اللي جابها النادي الأهلي. آه. نفس العرضية ونفس الأوفر برضو. عمر زكريا بيعمل الكروز بالعرض ل المهاجم حسام عادل. فواضح ان ده برضو شغل مدرب. ولكن أنا أريد الكلام على نقطة مهمة جداً هي التي غيرت الشكل النادي الأهلي وهي تغييرات التعديل اللي عمله كابتن سامر عبد الرحمن في الشرط الأول دي فرصة هدف محقق بص العرضية عمر سيد معوض عمل عرضية ممتازة مميز عمر سيد معوض بص العرضية بتاعته وشكلها عمل ازاي عرضية ممتازة بس التركاية اللي عملها كابتن سامر عبد الرحمن ان هو بعد ما نادي زد جاب هدف حول طريقة اللعب ليه 4-4-2 لو جبنا بس اللقطة اللي هي في الديها واحد واربعين والثانية سبعة هتشوف النادي الأهلي هتحول من الاربعة تلاتة اتنين واحد لالاربعة اتنين ازاي بوجود اتنين ارتكاز ادم سمير ويوسف اسلام هشام مصطفى نحية اليمين او هشام مصطفى نحية الشمال وعمر سيد معوض نحية اليمين والاتنين المهاجمين حسام عادل وابراهيم عادل بعد ما كنا بدئين تلات ارتكاز هو راح ضغط عليهم واعتمد على العرضيات عشان كده شفنا نتيجة الهدف جاي من خلال ايه من خلال الاختراك من العرضيات زي ما شفنا الكورة اللي ضعت برضو ده برضو من خلال العرضيات فلو جبنا بس اللقطة دي هتلاقي الكلام اللي هو اربعة اربعة اتنين واضحة جدا لنادي الأهلي وتحويل طريق اللعب بص هنا هشام مصطفى جي اللقطة اللي انت بتقول عليها في الديها واحد واربعين اه كمل كمل لغاية ما توصل للدربة الركنية هنا بص هتلاقي اللعبة الاثنين الفراودة قدام ابراهيم عادل وحسام عادل هشام مصطفى راح اللي هو كان على الورق كان في وسط الملعب راح جناح شمال ونحية اليمين راح عمر سيد معوط بص في ضربة المرمى هتبان اكتر ده الاثنين الفراودة هم مين؟ حسام وابراهيم اه تحولوا الاثنين قدام ده اللي بيأكد كلامنا اللي احنا قلنا قلنا انه فيه المورونة تكتكية السامر وقلت ممكن انه هو يقلب تاني باثنين باثنين رصحات اللي حصل نتيجة طبعا الظروف المباراة اللي انا عايز اقوله لك ان استاد الاجبال دلوقتي لا يقل عن استاد الدوري الممتاز شايفين احنا ممرات شرفية هي عمرها فعلا ما حصلت شايفين كمان اللاعبة بقت بارقام ودخلنا في الملايين كمان في الاجبال فاحنا دلوقتي الحمد لله استاد بتاعنا لا يقل عن الاستاد الكبير دكتور سابت بين الشوتين مباراة تحصيل حاصل لكن نادي الاهلي دايما حتى لو مباراة تحصيل حاصل برضو دايما بيلعب على المكسب وعلى الفوز كابتن سامر عبد الرحمن ممكن يقوله اللي لعبته بين الشوتين خاصة يعني الشوت الأولاني فيه فرص جات نادي الاهلي ما ديرش يستغلها لكن استغل الفرصة الأخيرة عن طريقه حسام عادل علشان يفوز الكابتن سامر عبد الرحمن باللقاء اليوم ايه اللي ممكن يقوله اللعبته بين الشوتين اللقاء اولا هو توقيت الهدف بتاع النادي الاهلي توقيت نموذج يا كابتن اسامر يعني الهدف جيه في الدقيقة طبعا أنا قبل ما اتكمل النقطة دقيقة عايز اقف عن الهدف ده واحنا زي ما بنحلل النادي الاهلي تمام لازم الهدف ده هدف من هدف الحلوة هدف ملعوب ينم ان فيه لعيب اسمه محمد هيسن موهبة صاعدة هدف من هدف الحلوة موهبة كويسة جدا وواضح كمان التزديد من برا لو جبنا بس الهدف من اوله هتلاقي ان هو لف باحمد عبدين يعني الكرة خدها وبعدين رجع بيها طبعا هنا كان الضغط ممكن يكون اكتر من كده احمد عبدين لو ضغط وعمل البلوك كذلك برضو مش شايفين الباكرايت خالص موجود اللي هو عمر زكريا فقدر ان هو يرقص بص الكرة عمر زكريا الضغط المهاجم فلت منهم هما الاتنين الاتنين المساكين هرب منهم يعني هاتها بس من الاول ببطء كده هتلاقي ان المهاجم اتحرك في المساحة ما بين الاتنين المساكين ما بين عبدين وما بين مازين احمد اهو عبدين هنا تأخر في الضغط فلف بي وشاطها كان ممكن ياخد خطوتين برضو حرس المرمى كان ممكن يجيبها بالسيب صراحة صعب عليه قوي خلي بالك انا سأقولنا ده من ضمن الانتدابات اللي تم يعني نادي زيد اشتراه في يناير ده من نادي الزمالك محمد هايسن برقم كبير كبير اه عايز اقول برضو الهدف لو هنحلله تاني فيه دايما لازم بقى فيه تغطية من المساكين على بعض لان وارد ان راس الحرب هيقدر يهرب من المساك اللي هو مسكه فلازم راس المساك التاني لازم يغطي فهنا ما تعملش حاجتين اول حاجة ما يازم ما غطاش على عبدين وفي نفس الوقت عبدين برضو اللافة دي كان ممكن بقى اقرب شوية ممكن يعمل فاول ممكن يعمل اي حاجة هدف الاهل برضو حسام عادل عايزين نشوف هدف الاهلي يعني برضو متابعة جيدة بص كابتين حسامة الهدف من اوله انت تفتكر في مقش الاهلي والزمالك كان برضو عمر زكريا الباكرايت هو اللي عامل الاوفر بيعمل اوفرات حلوة اوة على فكرة عمر زكريا اعملها احتكاك النهاردة ما فيش اي احتكاك من لعب الاهل لا ما فيش فاول ده حارس مرمى زد والمدفع بتاع وعت من ايد الجون اتباعها ابراهيم عادل ليه اخوه طبعا لتوقامه حسام عادل اللي هو النهاردة بيوصل للهدف رقم 19 ليه ده الهدف رقم 19 لحسام عادل في دور الجمهورية 2006 وده برضو يعتبر اكتشاف في المكان ده اللي هو الرقم 6 اللي احنا شايفينه وتحويل الاتنين اللي قدام حسام وابراهيم زي ما احنا شايفين زي ما قلت لحدك تحويل طريقة اللعب بل 4-4-2 ابراهيم وحسامه جنبه بعد 2 راس حربة ده اللي فرق وغير الشكل في اخر ربع ساعة للنادي الاهلي فلازم لعبة النادي الاهلي كابتن سامر عبد الرحمن دلوقتي يقول لهم احنا توقيت احنا بدأنا الماتش اول 5 دقائق اول 10 دقائق كنا شكلنا كويس بعدين الكيرف وقع بتاعنا شوية بعدين الهدف ده لازم نستغله كحافظ معناوي لنا ان احنا ان شاء الله نقدر الشوت التاني ان احنا نغير بحيث ان احنا نرجع نرجع بقى ان احنا نتقدم تاني ونكسب بإذن الله عزيزي نحلل برضو الهدف الأخير ده أسامة لان برضو في قصور من المدافعين بتوقع زد لو شفنا ثلاث مهاجمين من نادي الآلي مع اثنين بس من المدافعين بتوقع زد انا عايز اروح للكابتن سيلر بص ثلاثة واقفين ازاي الراجل التالد ده لسه جاي فلازم يكون فيه تغطية على برضو حارس المرمى لان ورد الكرة توقع من ايده يحصل اشتراك يحصل اي حاجة لازم بقى فيه تغطية على حارس المرمى لكان فيه طبعا الزيادة العددية ولا كان فيه التغطية المناسبة على حارس المرمى بشكركم شكرا جزيلا عشان دلوات يقولوا عايزين نطلع فاصل نروح لفاصل وبعد الفاصل معلقنا المتميز الكابتن محمد رمضان ونشوف حضراتكو بعد نهاية اللي قام